اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في العاصفة كل جنيف وانتم طيبين جنيف اثنين المتمردين الحوثيين بيروحوا جنيف بس هذه المرة بيروحوا وهم ايش وهم متمردين المسودة حق المشروع حق المفاوضات المفاوضات لهذا يقول انه اساس المفاوضات على القرار 2216 معناته انهم رايحين معترفين انهم متمردين ويقع لهم درشاخ بين حكومة وبين سلطة شرعية وبين متمردين يمثلون صالح والحوثي هذا هو الحاجة الحاجة الثانية ظهروا لنا الحبوبين الذين احنا ناقصوا انهم يعني احنا خلاص معنا مشاكل لهم منهم داعش داعش تظهر في يبيان ما شاء الله يقطعوا الروس ويفجروا بالناس وحركات اكشين وافلام وغوليود ممتاز بس هذا ماش اشتو موتشتو موتشتو يحبو بينا هذه الساعة الله لنثأرن والله لنثأرن ولو بعد حين لنثأرن ولنرد الصاع صاعات والمكيال مكايل والله لنثأرن وشنبات وعفات الدواعش من غريمكم اعتثاروا من مين؟ من اللي يزعلكم؟ من اللي أنتم مستهدفين من أصلا؟ يعني ذا الحين اللي يعني ضرر منكم أولا وأخيرا يعني كان نحن عاد نحن ناقص لكم زيكم زي الله يزيني نوم الأول نفس الإجرام نفس الوساخة نفس القذارة اللي يفق بين هذا القتل وهذا القتل هذي بس البدلة البرتقالية الحدوثي يقتل الناس ويعمل جرائم زيحق داعش وداعش بس تلبس تلبس البدلة البرتقالية تلبسهم وتذبح بس تقولوا كيف لذي لومتين ظهرت داعش ليش إلا باذل؟ ليش إلا الآن؟ ليش إلا بعدا وبين؟ ليش؟ ليش مثلا يمكن 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 ها علشان يطلع لنا إحياء محمد عبدالله صالح يقول كده مثلا تزامنت مع ما يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدور الروسي الذي نثمنه في توجيه ضربات ضد تنظيم داعش الممول من سعودية وقطر هذه الزيارة كان الهدف منها أنه الربط بين ما يحدث في سوريا وما يحدث الآن من عدوان على اليمن حالو، روسيا اللي شتدخلت بسوريا قالت علشان تحارب داعش وهي في الأصل تحارب من؟ علشان من؟ علشان بشار وعلي عبدالله صالح جابس يتقزقز كل شوية ويروح السفارة الروسية ساعة يعزي ساعة ما يشتي يشتي روسيا تدخل بالموضوع عشان تفرح له علشان تعتجن العقنة الكبرى تفرح له علمه بصحابنا جالسين يستجدوا يباقي شوية يبوسوا أرقل روسيا علشان تجي يعني تدخل بالموضوع عشتوها تعتجن زي ما مثلا روسيا جالسها تعجن الموضوع بسوريا على أساس انه تحارب الدواعش وهي جالس تقصف المقاومة وهم جالسين الآن يروح على إحياء محمد عبدالله صالح يعني زيارات ويلاقي الناس عشان يشتعلوا وانا عندنا داعش وانا عندنا مش عارف ايش تمام بس مش كنتم تقولوا انه اللي يرضاها فيها ارضو ويرضاها فيها ارضو ولا مش عارف ايش وانا كيف والحين القدو عادي الروسيا ثاني يعني محرم ولا كيف يعني وانتم حادكم يعني اكبر في اللي الشي نقوله انه مثل ما احنا مضرورين من الحوثي والحوثي جالس يعني يقتل فينا وكذا احتمال جدا ان احنا ايضا نواجه خطر داعش ومثل ما حاربنا الحوثي هنحارب داعش والاعمال هذه الإجرامية مثلا حق الداعش النتباح وكذا الحوثي قد عمل زيها يعني في النهاية زميلة عبدالله قابل اخذوه هو امين الرجوي والعيزري واخذوهم درع بشري في مكان يعني في مكان مستهدف من الطيران ومخزن سلاح وقيت طيران وضربهم ما خلوش على التنموت يعني تشوف تتأكد بنها مات ولا لا هذا عمل برضو داعشي هذا التطرف وهذا الإرهاب هو عدو للناس كلهم يعني يجيش يقول لي ذا الحين انه الحوثي يا اما انا ولا داعش لا لا انت وداعش يا الكلب الاثنين وانت معنا احنا مشكلة معاكم الاثنين مثل ما حاربنا الحوثي ممكن نحارب داعش جدا ومثل ما الحوثي خطر ايضا داعش خطر بس لا تجيش تقول لي احبوب انه كمان احسن من داعش ان اقتل بقذيفة وبهاون بس داعش تدبح انتم كلهم مع الكلب يعني شفنا الاحصائيات اول شفنا الاحصائيات يعني فوق الف وخمسمائة قتيل بتاعز من بداية الحرب وهذه جرائم يعني جرائم باسم الدين وانتم نازلين تقاهدوا تقاتلوا باسم الله وباسم الرب وباسم الدين وباسم الشريعة وباسم نفسه هذا تطرف وهذاك تطرف فالقش تفقعونا انتم لا احنا احنا ضد داعش ما فيش اي مبرر مهما كان اننا يخلينا يوقف مع داعش ويقول لا خلاص ماذا منحوثين مش حلوين ويقتلون احنا خلاص انا بوقف مع داعش الكلام هذا فاضي هادهم وجهين للتطرف هذا تطرف يمين وهذا تطرف يزع يعني باسم الدين وباسم الشريعة وباسم الامور كلها بينما فيه في الوسط يعني هو يشتقي يقول لك يا الاسلام يا اذا يا اما الحوثي يا اما داعش لا الاسلام لا لا الاسلام والوسطية الاعتدال الصلاة عن النبي اما المجنانة هذه والقتل والدبع والهبالة هذه بحاجة بيقبلها ولا بيقول لنا لمستقع انه خلاص هلهم استاهلوا ما استاهلوا ولا فيش حاجة معانا اسراء ذا هم اطلعوا تصوروا مع حمود المخلافي ويوزع لهم بطانيات ويدون لهم اكل ويدون لهم شرب وعدهم يدرسوهم كمان قصد انه سلوك الميليشياء والمجرمين غير سلوك الذي اشتدوا ما حصلش في تعز يعني في الاماكن المسيطرة عليها المقاومة ما فيش لا اختطافات ولا كده الان نشوف معانا اللي هي تبع الصليب الاحمر هي موظفة تونسية هذه صورتها نشوفها اختطفوها في صنع الان الصليب الاحمر موقف عمله يعني هذه المنظمات اللي هي اصلا يعني منظمات دولية علشان اغانتها وعلشان كده ويختطفوا حقهم الموظفين ماهمهم شلحوثيين عادي يعني لاخلاص عادي يختطفوها ومو احدش داري والمنظمة بتبند عملي الصليب الاحمر بيبند عملي عادي ماهمهمش يعني هذا السلوكيات حق الميليشيا حق كل هذا وبعدين يجيوا يمكنون احنا داعش 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 احلى حاجة في الموضوع هو انه الشعب ناس دارين دارين منه داعش ودارين من القاعدة ودارين الناس كلهم دارين يعني ما عبش بتحسش انه يعني احنا دارين داعش هذه لعبة كبيرة ودارين العثين وعب عفاش كذا شغلان ودارين 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 احنا دارين ودارين 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 احنا دارين هم يحاولون كيف يجبون الدول ويخبصون المسألة دوليا انه حذا التحالف ضدهم وسعودية ضدهم والدول العربية كلها ضدهم هم كيف يعملون يجبون الموضوع يجبون روسيا ويخبصون الشغلة بس الآن ذاه هو جنيف وجنيف هذا متر يعني قبلوا الان انهم يكونوا ايش دخلوا الان بيدخلوا جنيف على اساس انهم متمردين نعيما حقكم معاكم تمام شوفوكم بعد الباصل باقي حاجة مهمة الحوثيين طبعا مسألة انهم منتصرين يعني قدهم يموتوا يكملوا يزلجوا بالحدود يقتلوهم يشمتوا بهم وكانهم منتصرين النوع من الانتصارات اللي روجوا له بالواتساب طبعا يعني خلاص ومعهم قناة المسيرة ومعهم الواتساب هكذا ينشروا لحقهم الانصار عاش يقولون لهم ان احنا فايزين مثلا في رسالة من حقهم القروبات حق الهذا يقول لك يعني مقتل عشرين ضابط سعودي من بينهم اللواء الركن عبدالله السدحان قائد قائدة خميس مشهيد طيب طيب عبدالله السدحان عشان بس تعرفوا منه ونشوفوه الان شفتم منه عبدالله السدحان ممثل بسلسل كان زمان طاش ماطاش طيب يلا مقتل ثلاثة خبراء صواريخ اسرائيليين ومن بينهم الخبير الاسرائيلي الاشهر جيمس بوند جيمس بوند تمام نعته اليوم صحيفة يدعوت احرون نوت في مستهل هذه الاخبار شفو كيف رسولوا لهم بالواتساب جيمس بوند بعت مشهور وسلسلة افلام جيمس بوند يعني هذا حاجة مهمة بس للتذكير بنشوفو موسيقى 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 واش كما يقول لك ادت الانفجارات الكبيرة وتطاير صواريخ باسكن روبينز اذا اشتعال النيران تعرفوها صواريخ باسكن روبينز مرة صواريخ هذه هذه مرة صواريخ يعني هي طبعا لذيذ باسكن روبينز وهو مرة حاجة صورته سكريم قصدي هذه الان الرسائل حقهم مليان بتحصل فيه الان برضو نزلوا جديد انه في في كولومبيين وقائدهم فيليب ستيتمان السترترايلي الجنسية يعني جلسوا لبقتلهم من هذوم الاسماء اسماء مركات عالمية اسماء موثلين اسماء سكريم اسماء بيفك اسماء جزمات اسماء ايهاي يقول لك يا الله طلع عنهم هاي اهم شي ان نعيش ينقلوا بين اعضائهم يرسلوا كذا الحقهم الخييفة اللي جلسوا بالوتعب والله الان قد انتصرنا والله انحنا فائزين والله انهم فائزين الان داخلين جنيف اثنين مهزومين ربك ستار جنيف واحد حصلوا كذا ما تسكلاك ما تسكلاك ما تسكلاك هذي رسالة بيجنيف اثنين مش عارف اش بيحصلوا بس شكلهم بيحصلوا هاي ايامة باقي عدن مرة اصحاب الزعيم متؤثرين على عدن زعلانين ساح يقول لك عدن بيد الضالع ساح يقول لك القيل الثاني من الطغمة والزمرة ساح يقول لك يا ربي ايش في الحنية حق الزعيم وحق الحوتين يقول لك ما عدن ليش كذا الزبرة والطغمة والحراك والقاعدة وبيتضاربوا واصحاب الضالع نزلوا يمسؤوا شي ترمك دخل انتا يعني انتا نزلت اسمه عيد ميلاد داخل عدن ما انتا تقدقت ابوها وترشقتها خراكثة الحين جالسين الناس الدول كلها جالس ترمم داخل عدن سكهوا لكم بس اداخلوش لا تداخلوش خلووا لهم حالوا با ينفصلوا ما تداخلوش ينفصلوش لم امك داخل انتا انتي تلفل فيه بس جلسين بصراع انتا بيه السرقات بلانة الشوارع والاقتطافات والدنيا وذالحين مرة حرقان على عدن عدن القاعة بقى الارهاب ما لك ش داخل يا اختي تلفل فيهن ينفصلوش لهم هما لقين ما تداخلش حقهم يا اخي بلادهم يسدو انتا قلس بس يسيبوش على صراح هذا الحين بيدخلوش يسدوش انا ما مجلسوا يمكنونا احنا كذا عدن ندري مالا عدن اهل الارهاب احنا خايفين احنا مش عارفينش وهم على اساس انهم ملائكة من السماء الارهاب في عدن المشعارفين انتوما يش اكبر ارهاب واكبر عيالكلب انتوما دمرتم البلاد وخربتو هذا الحين هذا الارهاب هو اصلا حق عبدالله صالح من فين ايان من اجام الندل بالمضلة من اهم الهلاثة حق عبدالله صالح اللي هربوا يما دخلتم انتم عدن اختفوا فجئة بحان الله بحان الله القاعدة وانصار الشريعة اختفوا ولا حد داري وينهم ويما راحتم انتم سيبتم عدن سلمتوها لابناءها على قولتكم ودخل التحالف الامارات ويحررها منكم طلعوا الشنبات انصار الشريعة والقاعدة يروح يبندوا المحاضرات يقول لك ما نشيش تلا نصف اهمله سيب لكم من الزمراء الطغماء الحراكين مش عارفة يسكهوا لكم بس خلوهم يسدوا يعملوا لشتو اصحاب عدن حرين ذا قد معهم عافظ مدير امن من هنا حراكيين ابو اسد يشدوها للطرف بلادهم هم حرين الله يسهل عليهم قعفر يعني يعمل قهده يعني برضو الارهاب ما خلاله والان الله يوفق الموجودين هاهم يعملوا قهدهم اهم شنتين يا حواتي وبهن لصرعه لا تفلسفيه مالكيش داخل من عدن موسيقى 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 موسيقى